أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أن ملف الزراعة من أهم الملفات التي تم النظر إليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة حيث يمثل أحد أربعة قطعات تضعوها الحكومة على رأس أولويات أجندتها إلى جانب الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وخلال اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة شدد مدولي على أهمية تفعيل تنصيق بين وزرتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري للتوسع في تحويل الأراضي المزروعة إلى استخدام أسليب الري الحديثة خاصة زراعات القصب التي تروى بالغمر بما يضمن ترشيد استهلاك مواردنا المائية والحفاظ على مقدراتنا في هذا المجال الحيوي